ترجمة نانسي قنقر حاليا ! اليوم أنت كمصور ايش النصائح اللي تقدمها للمصور سواء المبتدئ أو اللي يطع شوت في في التصوير جميل صراحة يعني أنا أنصح كل مصور أو كل شخص يبدو يدخل هالمجال هذا يكون قادر على التحديات والصعوبات اللي في هالمجال المجال هذا صعب جدا أنا ما أبغى سهله للناس و أخلي الناس تدخلوا المجال هذا و تدفع مبالغ طائلة و آخر شيء يعني يطلع فيه خسارة لهو اللي مارس هوايته و لهو اللي استخدمها تجاريا فأنا أقول و أنصح كل شخص اتعلم و شوف إيش هو التصوير إيش الرسالة اللي في التصوير كيف أنا أصور كيف إذا أنت شخص قادر على التحديات هذه اللي موجودة لأنه التصوير ما هو حاجة ما هي سيارة تشغلها و تمشي فيها و توديك منه يسار التصوير كل يوم جلس يتطور صحيح العدسات جلس تطور الأفكار جلس تطور الإضافات الموجودة الإضافات و الرسائل و الحاجات اللي فيها كل يوم جلس تطور فإحنا لما نأخذ الحاجة بس أنه و الله أنا أبغى أصير مصور لا هذه بتطرع عليك خسارة تضيع وقتك و تضيع فلوسك إلى آخر أمنت شخص قادر على أنك تواجه الصعوبات اللي موجودة و تواجه كثير حاجات في هذا المجال يعني إحنا قبل قبل سنوات الناس صراحة عندنا تعيب التصوير نعم و واجهنا الصعوبات هذه و تنتقدك أنت ماسك كاميرا و تنتقدك على حاجات هذه لكن الآن إحنا شف وين صلنا اللهم لك الحمد يعني المصورين في المملكة العربية السعودية الآن جالسين يفوزون في جوائز عالمية ما هو بس أنه جوائز محلية مع أنه ما شاء الله الآن المسابقات المحلية بشكل كبير و الدولة الآن ما شاء الله جالس تحرص على الشباب و مواهب الشباب و إبداع الشباب فصراحة المجال يختم الكل لكن يبغى له شخص يصمد في الظروف اللي فيه و يتحمل و شخص يبدع نعم ما يأخذها أنها بس أنها بضعتها في البزنس والله أخذت من العمير أعطيت العمير الخاص لا الموضوع يحتاج لأبداع يحتاج لأتطوير أفكار يحتاج لأدراسة يحتاج لأمراجعة يعني ما بأقول لك مراجعة مستمرة إيش بي موجود في السوق إيش اللي تطور إيش الأفكار اللي موجودة إيش إحنا نقدر نطلع بأفكار غير اللي موجودة في السوق و نظره بترند و إلى آخر نعم